ده معناه دكتور أن الناس اللي عندها سمنة زائدة ممكن تكون معرضة أكتر للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات؟ طيب هو اللي عنده سمنة زائدة عنده كذا مشكلة أول حاجة ده أكيد طريقة التغذية بتاعته كيد غير سليمة لأن ده كان بيأكل دهون كتير وبيأكل دليفري كتير من بره والوجبات دي كلها أكيد بتأدي للسمنة وفي نفس الوقت ما بتبنيش جهاز مناعة كويس تاني حاجة هو مدام عنده سمنة يبقى هو احتمال بنسبة 30% حيصاب بمواد السكة وده من الحاجات طبعا اللي بتدعف جهاز مناعة بنسبة 60% حيصاب بارتفاع في الكوليسترول يعني تضفق الدم لجميع أعضاء الجسمة هتبقى ضعيفة المخ والقلب والكبد والكيلة وكل حاجة ومدام كل أعضاء الجسم ما خليتش التغذية بتاعتها كويس والدم ما تضفقش لها بالنسبة كويسة والنقلها الأكسجين والتغذية السليمة معنى كده أن أجهزة الجسم مضاعفة وجهاز المناعة بتاع الجسم مضاعف تالت حاجة مشهورة جدا عند الناس اللي عندها سمنة أنه بيتكون دهون على الكبد ودي مشهورة جدا وطبعا الكبد ده مخزن السموم وهو يعني نقول ايه المحرك لجهاز المناعة في الجسم بنعتمد عليه جدا اللي بيصفي الجسم اللي بيصفي الجسم فهو وجود دهون عليه بصيب السمنة بتخليه ضعيف ما يقدرش يصفي الجسم فمعنى كده أنه عندنا جهاز مناعة متهالك لو دخل أي فيروس ممكن يقص على الأولى وحضرك تفتكر احنا ما كنا نتكلم زمان عن فيروس C و فيروس B كنا بنقول الناس اللي عندهم سمنة أكثر تعرضا لفيروس C و فيروس B عشان برضو المناعة عندهم بتبقى ضعيفة دلوقتي الحمد لله فيروس C لا الحمد لله طبعا لقنا له علاج في مصر على وجه التحديد الحمد لله احنا تقريبا نعتبر خاليين من فيروس C